السيد ما بموت كل من رد لك الماضي موتوه السيد ما بموت ده غير إجراك نطرينك دعك ده غير إجراك اتركوا الموضوع والخبر هو ما ترون لما تسمعون هي العبارة التي قالها أمين عام حزب الله قبل اغتياله في السابع والعشرين من أكتوبر عبارة يتمسك بها جمهور حزب الله للتأكيد على أن زعيم الحزب لا يزال حيا لكن يوما بعد يوم يتضاءل الاحتمال وجمهور حزب الله تترسخ لديه القناعة باغتياله إلا أن السؤال هو لماذا تأخر حتى الساعة تشيع جثمان الأمين العام لحزب الله رغم تشيع قادة آخرين هل صحيح أنه لا يزال مدفونا كوديع في مكان سري؟ أم تم نقله إلى النجف في العراق بناء على وصيته؟ وما هي احتمالات بقائه على قيد الحياة؟ مقربون من حزب الله يؤكدون أن التأخر في التشيع هو لأسباب أمنية فيما تشير معلومات صحافية إلى أن أمين عام الحزب تم دفنه بشكل سري بانتظار جنازة كبيرة ستكون متاحة لكبار قيادات الحزب والحرس الثوري وعلى ضوء الغموض الذي لف مصير هاشم صفي الدين خليفة أمين عام الحزب وعدم قدرة حزب الله على تأكيد اغتياله بسبب عرقلة عمليات البحث فإن احتمالين اثنين يمكن ترجيحهما لتأخير التشيع إما أن هناك خلاف بين الحزب وإيران حول مكان دفنه أو أن دفن الجثمان تم بالفعل وستقام فيما بعد جنازة رمزيا أما السؤال الذي ليس له احتمالات بعد هو من خان أمين عام الحزب وباعه وسهل اغتياله؟